لا إليكم على استفساراتكم وأسئلتكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن السحيم الداعية بوزارة الاسلامية حياك الله صاحب الفضيلة حياكم الله وبياكم ونساء الله عز وجل أن يسعدكم وأن يسعد الجميع اللهم أمين بارك الله فيكم نأسعد بتواصلكم معنا مشاهد الكرام عبر الأرقام من التي تظهر تباعنا على الشاشة كما يصورنا تواصلكم معنا عبر أحساب قناة المرقاب في تويتر تيفي مرقاب لمن لم يتمكن من التواصل معنا عبر الهاتف يرسل سؤاله وبإذن الله عز وجل في ثلاثة حلقة سنقوم بطرح سؤاله على الشيخ ليجيب عليه بداية الشيخ نبدأ بما هو الآن شاغل كثير من الناس وهي الاختبارات كثير من ابنائنا توجهوا لقاعات الامتحانات صباح أمس الأحد بدأوا في الجدي والاجتهاد هذه الأيام لينالوا درجات في الدنيا تنقلهم من مرحلة إلى مرحلة ومن مستوى إلى مستوى تعليق الشيخ حول الاختبارات والتذكير الناس باختبارات الآخرة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلاه أما بأس الله عز وجل التوفيق والسداد والنجاح والفلاح لأبنائنا ولبناتنا ولجميع المسلمين ما يتعلق بالاختبارات أولا يلحظ فيها الهمة العالية والحرص من قبل الأهل حتى أنها توفر للأبناء والبنات كافة الوسائل الراحة والحرص على أن يؤتى إليهم بمدرسين خصوصيين مثل ما يسمى والحرص عليهم أيضا في أن لا تضيع الأوقات بل في بعض البيوت تمنع عنهم الأجهزة سواء الأجهزة الكفية هذه الجوالات وغيرها أو تمنع عنهم عموما أجهزة البث مثل القنوات وغيرها حرصا على الأبناء وعلى أوقاتهم وعلى أن لا يضيع عليهم جهد سنة كاملة وفي مقابل هذا الحرص يجب أن يكون هذا الحرص طيلة العام على دينهم لأنه هو كما يقول العلماء هو رأس المال فإذا سلم الدين فكل شيء بعده قابل للتعويض هذا الحرص عليهم لأن لا يرصب الطالب أو الطالبة يجب أن يكون حرص عليهم لأن يزحزعوا عن النار وهذا هو النجاح الحقيقي فمن زحزع عن النار وأدخل الجنة فقد فاز هذا هو النجاح الحقيقي وهذا الذي يجب أن يسعى إليه الآباء والأمهات وأولياء الأمور عموما ممن يتولون الطلاب والطالبات ويقومون على مصلحتهم ويسرون عليهم يجب أن يشعرهم بهذا الأمر وهو الحرص على أخراهم كما يحرصون على دنياهم يعني أحيانا تجد مثلا بعض الآباء تقول له مثلا ابنك تساهل في الصلاة ابنك مثلا يقع في مثلا شيء من الأخطاء والمنكرات من مثل التدخين المخدرات التساهل في الصلاة إلى غير ذلك فيقول والله يا أخيانا عجزت عن الابن ما استطيع لكن هذه الكلمة لا تجدها في أيام الاختبارات يعني لا أذكر أن هناك أحد يتغيب عن الاختبارات إلا أن يكون شيء نادر ونادر جدا يعني نادر أنك تجد طالب أو طالب يتغيب عن الاختبارات لماذا؟ لأن هناك حرص في البيوت هناك حرص يعني في الأنفس فيجتمع الحرص هنا والحرص هنا فلا تجد الأب في أيام الاختبارات والأم في أيام الاختبارات يقولون ما نستطيع على أبنائنا ما نستطيع أن نوقضهم ما نستطيع أن نأطرهم أنهم ينمون في وقت معين ويقومون في وقت معين تذهب قضية الشفقة وقضية أنه يعني ما نستطيع وقضية الأعذار هذه كل هذه تتلاشى في أيام الاختبارات فيجب أن تتلاشى هذه الأعذار أمام هذه المسؤولية والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله سائل كل راع عن ما استرعاه حفظة أمضية فالإنسان سيسأل عن هذه الرعية فكما أنك حريص عليهم في هذه الأيام في أيام الاختبارات أنه لا يضيع لهم جهد ولا يخفقوا في اختبار معاً الإخفاق في الاختبار يعني قابل للتعويض في الفصل الثاني قابل للتعويض في الدور الثاني قابل للتعويض أيضاً في عام آخر يعني ليست نهاية الأمر ولا نهاية الحياة ولا نهاية مرحلة الإبن أو دراسة الإبن إذا أخفق سنة من السنوات يمكن أن يعوضها بسنة أخرى لكنها نهاية الأمر إذا أخفق في طريق الإيمان إذا أخفق في طريق الجنة نعم فمن زحزها عن النار وأدخل جنة فقد فاز هناك ليس هناك دور ثاني وليس هناك مجال آخر وليس هناك فرصة أخرى وليس هناك إلا الجنة فريق في الجنة وفريق في السعير فيجب على الأباء أن يحرصوا غاية الحرص على دين أبنائهم كما يحرصون على دنياهم بل أشد الأمر الآخر الذي أشرتم إليه في إداية الكلام وهو ما يتعلق بالتذكير باختبارات الآخرة يعني هنا في اختبارات الدنيا قد يخفق الإنسان كما قلنا قبل قليل لكنه يعوض ويجد فرصة أخرى لكن في اختبارات الآخرة ينظر الإنسان إلى اختبارات الآخرة في دنيا قبل أن يقف بين يدين الله عز وجل ينظر اختبارات الآخرة في اختبار الإيمان يعني على سبيل المثال يقول ابن عمر رضي الله عنه كنا إذا افتقدنا الرجل في صلاة الفجر أسأنا به الظن في رواية ظننا به النفاق ينظر الإنسان هذا اختبار مقياس اختبار ينظر الإنسان إذا خلا بمحارم الله عز وجل هذا مقياس اختبار الإيمان كيف الإنسان ينجح في هذه الاختبارات ينظر الإنسان أيضا في الشدائد إذا نزلت بالإنسان كيف نحن يعني في حال الرخى نلقنا الناس أو نسمع أو نتلقى إذا استعملت وإذا استعنت فاستعين بالله لكن كيف هذا التطبيق كيف يكون تطبيق إذا جاءت الشدائد كيف يكون يقيننا بالله عز وجل إذا جاءت الشدائد إذا أصيب الإنسان بمسة أصيب بعين أصيب مرضة أصيب بأي إصابة كانت مصيب أي كانت ينظر في هذا الاختبار الآن هو الدنيا في اختبار ليبلوكم أيكم أحسن وعمل الدنيا دار اختبار إذا أراد الإنسان أن ينظر نجاحه في الآخرة فلينظر نجاحاته في الدنيا في اختبارات الإيمان الله عز وجل جعل لهذه الدنيا مجال اختبار الإيمان وإذلك اختبر الله عز وجل اليهود فأخفقوا في مسألة الصيد يوم السبت ولا أريد أن نطيل فيها التفصيل فيها واختبر الله عز وجل الصحابة في أن ينالوا الصيد بأيديهم ورماحهم كما قال الله عز وجل في سورة المائدة ونجحوا وثبتوا في هذا الاختبار كذلك الإنسان يعني أحيانا تجد بعض الناس إذا أصابته مصيبة مثلا فزع إلى ما كان يلهج به في حال الرخى إما أن يقول مثلا بعض الناس يقول يا ليل بعض الناس يقول يم بعض الناس يقول كذا هذه العبارات التي يطلقها بعض الناس هي حقيقة أحيانا من مقياس الإيمان إذا أردت أن تنظر مقياس الإيمان في الشدة فانظره إلى حال مفاجأة الإنسان بحدث أو بموقف مفزع أو غير ذلك هذه من اختبارات الإيمان فإذا أراد الإنسان ينظر نتيجته في الآخرة فلينظر نتائجه في الدنيا مارك الله فيك شيخ والسران ينفع بعلمك معي والاتصاف في هذا الحلقة قال أخ سلطان سلام عليكم أنو السلام عليكم حقيقة الله يا سلطان مساء الخير كيف الحال مساء النور لو سمعتم هندس يرفع صوت قليلا حبيت أشارك معكم طال عمرك البرنامج أول شيء طال عمرك نتمنى طال عمرك من الشيخ وأونكم في الحلقة توقفون خطورة الغش بين الطلاب يعني في الامتحانات الأمور المحرمة اللي تكون إلي تتنقصون للظاهرة بمتاز بارك الله فيك يا سلطان عندك ملاحظة أخرى شيء؟ أبد الله يعني ونتمنى طال عمرك آخر شيء يعني مصيحة للطلاب ومصائح وعندنا سؤال عن الغش وعندنا إن شاء الله ندمج سؤالك معه شكرا لك يا سلطان مبارك الله فيك شيخ لي كنت اليوم مع أحد المشرفين في أحد القاعات في الامتحانات خاصة أتكلم طيب معي اتصال معي منصور السلام عليكم السلام عليكم حياك الله حياك الله يا منصور كيف رأيك معي؟ حياك الله طيبين بالله عندي سؤالين الله عليك طيب تفضل يا منصور سؤال الأول الله أعطيك بس على الشيخ بالنسبة للجروب طويلة الأجل اللي هي الشركات والبنوك اللي يتعطي مثلا قال رضب خمسمائة وتأخذها لها خمسمائة ألف ماذا وش حكمها يعني طويلة الأجل ويأخذون يعني يستقطع من زي ما تكون نصرات وخمس عشرين سنة وش حكم ذي في ناس تسأل عنها ود الشيخ رباح الله يا حفظ طيب واضح واضح يا منصور سؤال الآخر سؤال الآخر وش حكمها يعني تكرار الاستخارة ماذا أنا استخار فيه أمر وش الحكم لو مثلا دوني أكثر من مرة مثلا أكثر من مرة استخار مرتين ثلاث أربع وماذا هميتني مثلا ما أروح لأشيء هذا مثلا هل الاستخارة يتصيل يعني أنها فهدتني فالأمر يعني تكرار رضح يا منصور شكرا لك شكرا لك بارك الله فيك معي طلال السلام عليكم أختي سلام عليكم سلام عليكم أتفاضلي يا أختي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله لا يتكر الشيخ بحكم موضوع الشيخ موضوع الشيخ عن الابتلا وكذا يعني سبق مثلا إذا كان إنسان يصبر على قضاء الله وقدره في أول صدمة بعد مرور السنين يعني سبحان الله يجي الإنسان باب من الضعف يعني سبحان الله هل هو يعتبر من الصابرين أو كذا أو كيف وش اللي يخليه يعني يدعم أن يصبر أكثر جزاكم الله خير يعني تسألين عن الصبر عند الصدمة الأولى يعني كيف تكون معنا إنسان قد يضعف إيمانه هذا سؤالك أخي أخي كيف يصبر الإنسان مع الصدمة الأولى عند الصدمة الأولى كيف يكون صبر له لا وغى يجي لكم خير مثلا الإنسان صبر في الصدمة الأولى بعد مرور السنين سبحان الله ضعف يعني قاب ثور بعد بعدها سبحان الله وشه المعين له يرجع لصدره الأول عشان الله يثيبه جزاكم الله خير المعين طيب بارك الله فيك يا أخو مشاعر شكرا طيب نرجع للإجابات طيب شيخ الأخ سلطان كان يسأل عن خطورة الغش في الامتحانات وما يحدث بين ابنان الطلاب سواء الغش فيما بينهم أو بعضهم يدخل معه ما يساعده على الغش من أوراقه ما يسمى بالبراشيم وأيضا سياقا لذلك أحد الأخوة المشوفين في بعض القاعات لكبار السن شيخ أولي منازل كبار من يحرصون على شهادة لأجل ترقية يقول أنهم يسمحون لهم في بعض القاعات بالغش مقابل أنه أصلب موظف ولديه الداخل وأنه ما يحتاج هذه الشهادة إلا في مسألة ترقية أو مثل ذلك صحة مثل هذه العبارات شيخ أولا يعني يجعل الإنسان نفسه مسوق لجواز مثل هذه الأمور مثل هذه الأمور حيانا يعني لما يسأل الشخص أنها يقول أنا أغش في مادة كبار مثل ما يقول مادة الإنجليزي فنقول له أنت سميته غش الآن والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم من غش فليس منه من غش فليس منه هو يقول لا هذا ما هو يعني ما هي مادة ذات أهمية لكنها مثل مادة الإنجليزية وكذا نقول هو غش هو بنفسه سمى غش صحيح الأمر الآخر أن الذي ينبني على هذا الغش من شهادات أو من وظائف أو من أعمال أو من ترقيات يعني لو لم تكن أساس الوظيفة ولو كانت ترقية فهذه كلها مبنية على غش وما بني على باطل فهو باطل يعني أحيانا الإنسان يعني بعض الشباب يتجرع على الغش ليس لأنه لا يستطيع أن يفهم المادة لكن أحيانا من باب إظهار بعض القدرات وإظهار يعني شجاعته وإظهار تحديه للمراقب وما أشبه ذلك وهذا لا شك أنه غش من هذه الناحية لا يختلف أنه غش لكن المصيبة تأتي فيما بعد إذا كبر الطالب وأدرك حقائق الأمور يأتي بعد ذلك السؤال يقول ماذا أصنع أنا غششت والشهادة بنية على غش وعلماءنا يقولون أن ما بني على باطل فهو باطل والشهادة التي تبنى على غش لا يجوز أن يتوظف بها المسألة يعني فكر فيها فيما بعد أنسد يعني تحتاج إلى هذه الشهادة الرجل الذي أتى إلى المنازل كما ذكرت في الواقعة هذه إذا أخذ هذه الشهادة سيترقى بها هذه الترقية ترتب عليها مال في الحاضر زيادة وسيترتب عليها مال في المآل في التقائل سيزيد ماله فإذا هو سيأكل من هذا المال الذي بني على الغش جزء منه وقد يكون هذا مما يذهب البركة سيكون سبب في السحت وأيما جسد نبت من السحت فالنار أولابه سيأكل من هذا المال إلى أن يبوت المال الذي حصل عليه هذه الزيادة سيأكل منها وسيطعم منها وجاء في الحديث أن في صحيح مسلم قال أن ذكر الرجل يطيل السفر أشعة أغبر يمد إليه للسماء يا رب يا رب ومطعمه حرام والبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام قال فأن يستجاب لذلك يعني بعيد أن يستجاب لهذا الصمف من الناس فعل الإنسان يحذر من الغش وأن يعلم أنه إذا غش في هذه الدراسة فإنما يغش الأمة عموما يعني المهندس الذي يتخرج بشهادات التزوير أو الغش أو الشهادة التي أصبح حتى الآن تبع وتشترى المهندس الذي يحصل على هذه الشهادة ماذا سيصنع بالناس الطبيب الذي سيحصل على هذه الشهادة المزورة أو التي حصل عليه بالغش ماذا سيصنع بمستقبل بالمرضى لا شك أنه سيكون غاش له يعني يصنع أشياء تضر الناس سواء في هندسة بناء أو هندسة طرق أو في علاج أو في وصفة أو غير ذلك كل هذه سبطة تضر بالناس مستعب بارك الله فيك شيخنا الأخ منصور كان يسعى عن قروض طبيعة الأجل بحيث أن يأخذ 500 وتأخذ عليها دمال 500 وتكون على مدى 25 سنة هذه لا أشكال فيها إذا كانت السلعة يملكها البائع إذا كان البائع سواء شركة تقصيد أو من المصارف أو غيرها إذا كان يملك السلعة يعني الذي يحصل أحيانا أن البنك لا يملك السلعة يقول حدد البيت الذي تريد ونحن نشتريه وأحيانا لا يشتريها البنك حقيقة إنما يتفق مع البائع تعال أنت مالك البيت ويأتي إلى البنك ويأتي المشتري ويكتب هذا شيك للبنك بكذا ولي المشتري والبنك يعطي المشتري كذا يعني البنك لم يملك البيت ملكاً تاماً وإنما صورة ملك يعني لو سألت صاحب البيت أثناء دخوله إلى البنك أو جاءه عرض أفضل من هذا لا تراجع عن البيت إذن البنك حقيقة لا يملك السلعة فإذا كان البنك يملك السلعة ملكاً تاماً ويبيعها على المشتري يبيع سلعة فلا إشكال في زيادة لأن الزيادة مقابل التأخير بارك الله فيك أسأل شيخ سؤال الآخر لخ منصور عن حكم تكرار الاستخارة وإذا مال نفسه لشيء من ما يريد هل هذا بفضل الاستخارة؟ أولاً لا أعلم أنه يشرع تكرار الاستخارة إلا إذا تغير شيء فيما يستخير عليه يعني مثلاً شخص تقدم لخطوة امرأة ثم استخار ثم تبين له مثلاً أن فيها أمر آخر يعني تبين له مثلاً عيب أو تبين له شيء أو نقص أو كذا فأراد أن يستخير بعد ما تبين له هذا الاختلاف أراد أن يشتري سيارة فتبين له أن فيها عيب مثلاً فيرجع يستخير لأجل هذا لا إشكال أما أن يكرر الاستخارة على أمر واحد دون أن يتغير شيء أو يظهر له شيء آخر جلي فهذا لا يشرع فيما أعلم فإذا استخار الإنسان فإنه يستخير الله عز وجل أن يختار له الله أو يسأل الله عز وجل أن يختار له الله عز وجل الخير ومباركة فإذا وجد نفسه مقبل فيقبل فإذا صرف عنها فلينصرف لأن هذه الحقيقة التفويض والتسليم لله عز وجل فالمستخير فوض الأمر لله عز وجل فإذا رأى نفسه مقبلة على هذا الأمر فيقبل إذا رأى نفسه انصرفت مباشرة عن هذا الأمر ينصرف ولا يشترط كما يقول بعض الناس أن ينام أو يرأ رؤية أو يكرر الاستخارة بارك الله فيك أستاذ انك في اتصال معي شيخ معي متعب وسلام عليكم حياك الله يا متعب معدلي متعب معي الخط متعب سلام متعب سلام عليكم مساء الخير مساء النور حياك الله يا متعب اتفضل أحبت استفتح شيخ أنا متزوج أنا متزوج يا شيخ ووديت زوجت عند أهلها زيارة يا متعب لو تعيد سؤالك وترفع صوتك لأن الصوت غير واضح عندي رفع صوتك كرما أنا أنا متزوج سم متزوج ووديت زوجت عند أهلها زيارة ايه ومسكوها أهلها ما أحب لوها تطلع معي ليش؟ ولها أكثر من سنة وسبعة شهور إلى الحين وما رحت أبغى أخذها من عندهم ما يمنعونها مني وش السبب يا متعب؟ بدون سبب رحت عطا لما جت عندهم زيارة مسكوها بدون أي سبب بالحكم ما يبغونها تسكن مع أمي في البيت يعني عشان ما تبقى مع أمك في المنزل؟ عشان ما تسكن مع أمي في المنزل وأنا ما أقدر أتفعل عن أمي طيب أسأل الله نجازيك على بركم أمك شكرا لك يا متعب بارك الله فيك معي أم عبد الله تفضل يا أم عبد الله أم عبد الله السلام عليكم طيب معي أبو سلطان أبو سلطان السلام عليكم أنا أبدي أسأل الشيخ الله يجزاك خير حياك تفضل يا أبو سلطان أنا عندي ثلاثة سنة لا يطول عمرك الأول أنا مثلا الحي لا دخلت في صلاة الجماعة وفتشي هذا الأخير مثلا هل أدخل في الصلاة يعني أدركت الجماعة أو أنتظر وصلي مع جماعة أخرى ممتاز السؤال الآخر السؤال الآخر أنا كل ما أدخل يعني المسجد يجيني وسويس وكذا وأعيد قرأت الفاتحة أكثر من مرة في الصلاة في الصلاة في الصلاة ايه طي والسؤال الثالثة الله يكرمك يعني أنا كل ما يجي وقت الصلاة يجيني زي الله يكرمك يعني زي ما يعني حبك البول يعني مثلا وأوضي أحيانا أتركها ما توضي هل يعني في شيء ولا يعني مستمر دائما طيب طيب الله يتزاك خير شكرا شكرا لك يا أبو سلطان مبارك الله فيك طيب لعنا نجاوب على الأسئلة ونكتفي بما وصلنا اليوم من اتصالات الأخت المشاهدة الشيخ كانت تسأل ما المعين للإنسان في تلقي الصدمة والصبر عليها من اللحظة حيث أن الشيخ الإنسان مع مر الزمن يخلق الإيمان ويضعف لديه جاء في الحديث أن الله عز وجل إذا قبض أمر الملائكة بقبض ابن الإنسان يسأل الله عز وجل الملائكة وهو أعلم قبضتم ثمرة فؤاده فيقولوا نعم يقول الله عز وجل الملائكة يسألهم وهو أعلم ماذا قال؟ قالوا حمدك واسترجع يعني قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه رجعون سلم الأمر الله عز وجل وهذا مقام عالي مقام أنه يصبر أو يقول إنا الله وإنا إليه راجعون هذا مقام دون مقام الحمد أن يقول في حال المصيبة الحمد لله فهذا مقام يعني مقام الكمال في الإيمان وتلقي الصدمة والتسليم والتفويض الله عز وجل لما يعني قبل أكثر من عشر سنوات أو أكثر أو أقرابة خمسطعش سنة كذبت مقال بعنوان الحمد لله مات ابني ثم قدر الله عز وجل أن مات ابني الأكبر بحادث دهس فلما أخبرني العسكري الذي تولى الحادث قلت الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون تذكرت هذا الحديث فقلت الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون كما قالت المسلمة رضي الله عنها لما يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من شخص أو ما من أمري أن يصاب بمصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون إلا أبدله الله اللهم جلني في مصيبة وأخلفني خيرا منها إلا أخلفه الله عز وجل خيرا منها قالت المسلمة فلما مات أبو سلمة قلت من خيرا من أبي سلمة تقول لكن الله عز وجل ألهمني فقلتها فقلت هذه العبارة اللهم جلني في مصيبة وخلفني خيرا منها قالت فأخلافني الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما حضرنا في الدفن قال لي أحد الزملاء كلمتين من ضمنها هي جواب عن سؤال الأخت قال إن صبرت الآن وتحملت في مواجهة الصدمة الأولى فإن الشيطان سيأتيك فيما بعد ويضعف عندك حس الصبر والاحتساب وربما يعني لما ترى أقران ابنك في يعني مثلا السن الدراسة وسن تحمل الأعباء وتحمل المسؤولية وأنهم يعني يحملون عنك بعض العب وترى أقران ابنك بهذا السن سيأتيك الشيطان لو بعد حين لو بعد عشر سنوات أو أكثر يجعلك تتحسر على مؤذهب ابنك فربما يذهب عنك الأجر الذي صبرته عند المصيبة الكلمة الأولى ابني طبعا مات دون البلوغ الكلمة الثانية قالها لأحد الأقارب قال الإنسان يتحب في هذه الحياة الدنيا ليوصل أبنائه في النهاية إلى شاطئ الأمان يوصلهم إلى الجنة يعني لا يريد لهم في الأخير إلا الصلاح صح قال وهذا القدر الذي حصل لك اختصر لك المشوار بدلا ما تجهز تربي وتتعب إلى آخره اختصر لك المشوار يعني الذي مات دون الحنث اختصر لك المشوار ووفر عليك الجهد في هذا فمما يصبر الإنسان أن يحتسب في كل حين وفي كل وقت كل ما تذكر المصيبة مصيبة حبيب مصيبة قريب مصيبة والد مصيبة شخص عزيز مصيبة زوجة إلى غيره كل ما تذكر هذا يسترجع ويحتسب الأجر عند الله عز وجل ويعلم أن الجزع لن يعيد غاليا ولن يعيد مفقودا ومن القيم رحمه الله له كلمة جميلة يقول إن لم تصبر صبر الكرام سلوت سلوان البهائن يعني في الأخير إذا جزعت وتسخط ثم ماذا سيرجع نعم إذا قال المصيبة مصيبتين أما تكون مصيبة واحدة بفقد القريب وإلا تكون مصيبتين بفقد القريب وفقد الثواب نعم هذا مما يهون على الإنسان كل ما تذكر الإنسان يتذكر فقد الثواب وفقد المصاب الذي أصيب به فيتذكر لهذا ويصبر نعم بارك الله فيك شيخ صلى الله عليه وسلم بعلمه الأخ متعب كان يقول أنه متزوج لكن ذهب بزوجته عند أهلها لزيارة لكنه متفاجأ أن أهلها منعوه من أخذ زوجته بحجة مع والدته وهو يقول أنها لا يستطيع فراق أمه بالرم بها نعم أولا يعني من الأخطاء التي يرتكبها أحيانا بعض الأولياء وبعض الأباء وبعض الإخوان التدخل بين المرأة وبين زوجها خاصة إذا لم يكن هناك يعني أمر يستدعي التدخل يعني مثل الخطورة أو أن يكون مثلا الشخص مثلا متعاطي أو يكون غير وعي أو غير ذلك مما يستدعي التدخل فالتدخل في هذه الحالة يعني عمل الشيطان الشيطان جاء في الحديث أنه يعني جهده بين الناس بالتحريش بينهم ولكن رضية بالتحريش بينهم فالتدخل بين زوجين لا يقوم به إلا إنسان يعني في عقله نقص وإنسان يعمل عمل الشيطان فلا يجوز أن يتدخل الأب أو أحد الأخوان أو الولي أي كان قريب عم خال إلى غير ذلك لا يجوز أن يتدخل بين المرأة وزوجها ما لم يكن الأمر يستدعي التدخل التدخل يعني ما لم يكن الأمر فيه خطورة على المرأة مثلا يعني مثل الاعتداء الذي لا تحمله المرأة أو يعني حال الرجل أن يكون خرج من حال الإدراك العقلي إلى حال السكر أو حال الجنون يعني حالة تستدعي التدخل فلا يجوز التدخل وإذاك الله عز وجل قال لا تخرجوا هن من بيوتهن ولا يخرجنا إلا أن يأتينا من فاحشة مبينة فالخطأ الذي يرتكب أحيانا بعض الناس أن يأتي انتصار لبنته لما تتخاصم هي وزوجها ويقول الله امشي البيت لما تقع مشكلة يأتي الأخ ويظهر شجاعة ويخرج الأخت لا هذا شرخ للبيوت وشق للأسرة يعني لو تركت الأمور ربما تلتأم بعد نصف ساعة وهذا مشاهد في البيت يعني المشكلة إذا كانت داخل البيت ما تلبث عن تتلاشى في يوم أو يومين أو الكرير في أهت أيام لكن المشكلة إذا أخرجت اتسعت الهو وحتاجت إلى محاكم وحتاجت إلى شرط وحتاجت إلى تدخل وحتاجت إلى إلجان إصلاح كل هذا ليسوا بحاجة إليه لا الزوجة بحاجة إليه ولا الزوج بحاجة إليه ولا أهل الزوجة بحاجة إلى أنهم يأخذون الزوجة لما زوجوا الرجل يعرفون داخل الرجل أحيانا يقول لا هذا فقير طيب أنتم تعرفون داخل الرجل قبل الزواج أو أنهم يقولون الرجل تعيش عند أمه طيب أنت الرجل تعيش عند أمه قبل الزواج صحيح أنتم زوجتون قبل هذا بدون شروط هذا إذا كان بدون شروط أما إذا كان بالشروط فأول ما وفي به الشروط التي تعاقدوا عليها في عقد النكاة بارك الله فيك و السلام عليكم أبو سلطان كان سأل عدة أسئلة سؤال الأول كان يسأل عن جماعة المصلين إذا أدركهم في التشهد الأخير هل يدخل معهم و يدرك بذلك أجر الجماعة أو ينتظر و يصلي مع جماعة أخرى إذا كان الإمام في التشهد الأخير و يغلب على ظنه أنه يأتي من يصلي معه يعني رأى شخص مقبل أو شخص يتوضى يغلب على الظن أن هناك من يصلي معه فينتظر لأن الصحيح أنها لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة فأكثر فإذا كان يغلب على ظنه وجود شخص أو رأى شخص قادم أو دخل هو شخص آخر و الإمام في التشهد الأخير فينتظر حتى يسلم الإمام ثم يصلون جماعة أخرى بارك الله فيك سؤال الأخير كلها في الوسواس الأول في الصلاة أنه إذا صلى في الفاتحة يقوم بإعادة و كذلك في الوضوء يعتبر الفاتحة لا يشرع تكرار الفاتحة فيقرأ الفاتحة مرة واحدة و النبي عليه الصلاة والسلام لما وجه إثمان بن عبد العاصر رضي الله عنه كما في صلاح مسلم وجهه أن هذا شيطان وقال له خنزب شيطان الصلاة والوسواس والصلاة قال فتفل على يسارك واستعذ بالله من الشيطان الرجيم قال عثمان بن عبد العاصر رضي الله عنه ففعلت ذلك فأذهبه الله عني يلتفت على يساره هكذا قليلا وينفت على يساره ثم يقول عوذ بالله من الشيطان الرجيم لأن هذا الوسواس من الشيطان الرجيم وأما ما يتعلق بالوضو والوسواس فيه وما يتعلق بأحيانا وجود الضعف عنده في أعضائه أو غير ذلك شيخ الأسلام من تيمي رحمه الله له كلام جميل يقول الأعضاء مثل الضروع إذا حلبت درت وإذا تركت قرت يعني تركت جفت فيقول هذه مثل هذه فالإنسان إذا كان يولي هذه الأمور عناية بالغة وشديدة تجد أنه يحصل عنده يعني هو يحاول أن يشد عصابه هو يحاول أن يمسك بأعضائه يعني حتى تركيزه تجد أن تركيزه منصب على أعضائه فهذا التركيز المنصب على أعضائه هو الذي يسبب أحيانا له الأذى فيحتاج في ذلك إلى حزيمة ويحتاج أحيانا إلى مراجعة طيب نفسه إذا كان الأمر مستمر معه فيستخدم ما يمنع وصول النجاسة إلى ملابسه إذا كان حدث مستمر يستخدم ما يمنع وصول النجاسة يجد هذه ربما في الصدريات ويستخدم ما يمنع وصول النجاسة ويتوضع لكل صلاة إذا كان حدث مستمر بارك الله فيك شيخ والسلام وفي علمك ويجاك على الله شكرا لكم شهر الرحمن في نهاية هذه الحلقة نعتذر للأخوة التواصل مع العبر الهاتف الذي قمت بوقت البرنامج لكن ما معدنا إن شاء الله معكم بإذن الله عز وجل مغرب الأربعاء القادم الشكر في نهاية هذه الحلقة موصول لمن أجاب على أسئلتكم صاحب الفضيلها الشيخ عبد الرحمن السحيم الداعي بوزات الشوء السلامية لقاءنا معكم الأربعاء القادم إلى ذلك من حين أترككم في حفظ الله ورعاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته